السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بنات طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلا بكم في حل كل الأداءات الصفية والمنزلية والاختبارات الخاصة بالأسبوع الرابع واللي كلها تعتبر معتمدة على How are you feeling أول نقطة عندنا بيقول لي My father not in a bank in the city center طبعا الإجابة هتبقى present simple اللي هي works رقم اتنين رقم اتنين I can't answer the phone now ما قدرش أرد على التليفون دلوقتي I know at a shower يبقى I am having a shower اللي هي letter A عشان الجملة دية present continuous مدارع مستمر الجملة الثالثة عندنا What do you do after school السؤال ده مدارع بسيط عشان do you do فطالما السؤال في المدارع البسيط بل الإجابة هتبقى في المدارع البسيط غالبا I know at a nap I usually take a nap لترضيه الإجابة الصحيحة تقرار بالحطة قبل الفعلة شكتور رقم أربعة بقى what not doing at the moment طبعا what are they اللي هي letter B لأنه وط لازم يكون وراها الفعل المساعد رقم خمسة سما and hand always نقط with the housework طبعا هما الاثنين جمع يبقى help letter A رقم ستة the dentist pulled my tooth out نقط طبعا هتبقى gently يعني برفق he is clever رقم سبعة hand did very not in his رقم سبعة Hamid did very not طبعا very well اللي هي أول واحدة أدى أداء طيبا فيه الامتحان رقم تمانية he climbed the hill he wasn't tired at all ما كانش متعب خالص يبقى letter A هي الإجابة الصحيحة جمع التاسعة the teacher looks angry شكل المدرس غطبون he is hitting the table الإجابة تبقى angry هي letter D بيخبط على التربيزة بغضب يبقى letter D زرف هي الإجابة الصحيحة رقم عشرة he drives the note he makes many mistakes بيعمل أخطاء كتير يبقى he drives carelessly اللي هي آخر واحدة ودروقات المحدة لأداءات المنزلية أول نقطة the driver of the school bus drives نقط طبعا نحتاج الزرف هنا أول اختيار هو الإجابة الصحيحة اللي هي carefully رقم اتنين he is eating هو بيأكل طبقية يعني ترقيته في الأكل الزاي طبعا letter C هي الإجابة الصحيحة هانجرلي رقم ثلاثة he arrived an hour نقط but he caught the bus اللي جابها تبقى letter A يعني هو وصل متأخر ساعة الجملة رقم أربعة listen يعني أنصت يبقى طبعا الجملة تبقى مدارع مستمر listen أمر نقط don't disturb him يعني ما تزعجوش يبقى is singing see رقم خمسة on Sundays في أيام الأحد بصفة عامة يبقى الجملة تبقى مدارع بسيط present simple زي نقط volleyball يبقى زي play لتربيه رقم ستة she speaks english نقط اللي جابها تبقى لتربيه fluently دي زارفي طبعا جملة رقم سبعة my father نقط me to school الإجابة طبعا مدارع بسيط أيها تبقى sometimes takes يبقى لتر بيه الإجابة الصحيحة رقم تمانية watch out يعني كن حزرا وخلي بالك the bus نقط طبعا مدارع مستمر the bus is coming ليه لتر a رقم تسعة what نقط doing at the moment يبقى what are they doing اللي هي طبعا لتر بيه رقم عشرة اخر واحدة معنا ناذر نقط in the shop but his brother is ill so he is helping there so he is helping there to die الجملة الجملة هنا مع نادر هتبقى مدارع بسيط طبعا هتبقى منفية يبقى نادر letter d doesn't usually work ودلوقتي معنا التقييم الاسبوعي ومعنا group a اول نقطة at the moment زي playing طبعا هتبقى are playing رقم اتنين يونس go usually هتبقى usually goes مدارع بسيط رقم تلتة عماد and his neighbors repair mister اسمان زي flat now يبقى مدارع مستمر رقم repairing رقم 4 why you laughing at the moment يبقى are you laughing مدارع مستمر نحط or رقم خمسة فادي نقطة not wear a jacket today because it is very hot طبعا مدارع مستمر عشان today هنا يبقى isn't wearing دلوقتي مع المجموعة B group B وأسألت I will not the police officer talk at school today or not today مدارع مستمر يبقى is talking رقم 2 my brothers not usually work in the shop يبقى do not usually work مدارع بسيط رقم 3 I am waiting excited طبعا خلا ظرف excitedly رقم 4 the children are singing loud هتبقى loudly نخليها ظرفي طبعا رقم 5 he is shouting and speaking angry طبعا angry هتبقى angry ly y هتغير i بعد زود l y ودروا يا شباب مع امن جمعة c واول سؤال معنا في تصحيح الخطأ برضو هو بيقول does does علي playing football now طبعا playing the ing محتاج verb to be عشان عندنا loud ومدرع مستمر فهنشير does ونخليها is رقم اتنين بيقول i not drink tea at the moment طبعا هتبقى i am drinking مستمرة لشان at the moment يعني في هذه اللحظة رقم ثلاثة you write an email now هتبقى you are writing an email now رقم اربعة she usually arrives lately طبعا هتبقى late بس من غير l y رقم خمسة everyone admires her كل واحد او الجميع يعني بيكونوا معجبين بيها because she plays the piano very good طبعا good غلط هتبقى very well عشان دي ظرف ايه ظرف شعز بكلا جميع نكون خلصنا كل الادعاءات الزفية والامتحانات الخاصة بالسبوع الرابع تاني اعدادي الى الوقت ان شاء الله فيديو جديد لكم مني التمام التحية والتقدير ويا ريت والشير والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والسلام احلى الشباب اشتركوا في القناة